تعالوا نشوف مع بعض كده ايه هي اول وصفة وهي الجنباري هنعملها فهيتة لذيذة جداً سهلة وسريعة المقادير عندي الجنباري هجيب الجنباري الكبير وهكون مقاشرة وشايلة الراس بس يكون بالدل عندي الفلفل الالوان البصل التماطم الشاري هقطعها انصاص عندي ملح وكمون وفابريكا وروزميري التوم عندنا كرات هنقطعه صغير وعندي كمان الساور كريم وعيش التورتلة والبقدونس الجميلة تعالوا بقى نشوف كده اول حاجة عايز اعملها وهي هنجيب كده البهارات بتاعتنا كلها وهحط هنا الاول شوية زيت وهكون مسخنة الطاصة او الشواية بتاعتي اوي وبعدين هنزل هنا كده بالايب بابريكا عندي بقى بهاراتنا هنحطها كده والطوم وبعد كده هنعمل ايه هنحط يلا جاهزين بسم الله شايفين هحط بقى الكرات هنقلبهم مع بعض حل وقاوي شايفين الجمال بقى والحلاوة دي وعايز اقول لكم انه مش بياخد وقت خالص اول مال شوية او الطاصة تبقى سخنة خلاص كده تطلع تجنة اهو شوفوا 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 بقى وهجيب رشة الملح بتاعتي كده وهنزل بعد كده بالفلف للالوان زي ما احنا شايفين هنا بقى عندي هنزل هنا شوية من الطماطم وهنا عندي الطماطم هحط عليها الاول شوية كمون ورشة من الملح كده والبقدونس مع بعض وزيت الزتون وهنقلبها مع بعض بالشكل اللذيذ ده شايفين الجمال ده يلا بينا تعالوا بقى هنا نشوف الايه الجمباري الجمباري عندي استوى بس لازم ايه اقلبها عن ناحية التانية يعمل لي حرف السي اها يكمل السيوى بتاعه هم حاجة ما نسويش الجمباري زيادة علشان ما ينشفش معين الجمباري بيتشوح عن ناحيتين وبيطلع حلو جدا اهو عايزين كل الايه المقادير تاخد النكهة بتاعتنا الجميلة دي شوفوا بقى الجمال مش عايز اقول لكم ريحته عاملة ازاي وجماله هاجي بقى هنا كده هاجيب العيش التورتلة بتاعي كده شايفين وهحط البولة دي هنا كده والفاهيته بتاعي بصوا جاهز ويجنن ازاي استعالوا هعملها بطريقة تانية هنجيب بولة او قصر شوية هحطها كده وبعد كده هجيب الجمباري بتاعي وهلزله زي ما احنا شايفين كده شايفين نزل بالصاص كمال خطير بصوا بقى كمال اهو كده شوفوا 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 اهو هاخد بقى أنا النص ده كده هجيب الساور كريم وهقوم حطاها هنا كده عايز اقول لكم بقى دي من احلى وقطع من الوصفات اللي هتعملوها كده وهنحط في النص التدبيلة بتاقتنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة